عوض مشاهدين إلى الخبر الأبرز في هذه الجولة الإخبارية حيث أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي الأهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العنصر المتقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لرئيس سيسي إلى مقار أكاديمية الشرطة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيسي شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة وطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وأعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقات عليهم بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم أخذا في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في الصهري على حماية أمن المواطنين وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة للطلاع بانتظام مشدداً سيادته على ضرورة أن يكون قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم وتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاكتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف للتحاقي بوزارة الداخلية